فما المقصود بمصطلح النابتة؟ النابتة أو النوابت مصطلح مشتق من الفعل نبتا النون والباء والتاء والنابت من كل شيء هو الطري حين ينبت صغيرا نبتت البزرة أي ظهر بعض أوراقها فتبدأ صغيرة فيقصد بالنبات هو ظهور الشيء في صغره البذرة تبدأ تتفتح بعد ريها بالماء فيظهر منها ساقها أو بعض ورقاتها الخضراء فالطري حين ينبت صغيرا يسمى نابتة ونبتت لهم نابتة أي إذا نشأ لهم نشأ صغار فيقصد بالنابتة النشأ الصغار ويقولون وإن بني فلان لنابتة شر آه لنابتة شر والنوابت من الأحداث أي صغار الأطفال أي الأغمار هذا في بعض المعاني اللغوية هناك كلمات لأهل اللغة في هذا الأمر هناك كلمات لأهل اللغة في هذا الأمر يعني مثلا على سبيل المثال ابن منظور في لسان العرب وبين بعد ذكره لحديث أبي ثعلبة في مسند الإمام أحمد بسنده عن أبي ثعلبة قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني بما يحل لي مما يحرم علي ابن منظور في لسان العرب كتاب جامع جمع معظم المعاقم اللغوية جمع معظم المعاقم اللغوية لكنه تميز بأمر أنه كان غالبا ما يأتي بدليل على المعنى الذي أراده أهل اللغة بحديث إن وجد حديث أو بآية إن وجد للأمر آية كما في كتاب المفردات للأصفهان فابن منظور في لسان العرب ذكر هذا الحديث قال الإمام أحمد في مسنده بسنده عن أبي ثعلبة قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني بما يحل لي مما يحرم علي فقال يقول أبو ثعلبة فصعد في النظر يعني نظر إلي من أعلى إلى أسفل وصوب يعني ركز فيه ثم قال نويبتة قال قلت يا رسول الله صلى الله وسلم نويبتة خير أم نويبتة شر هذه الفقرة أو الفقرة من الحديث يقصد بها أن النابتة نوعان نابتة خير ونابتة شر لكن للأسف الشديد بعض الأحبابنا الكرام يطلقونها اليوم ويريدون من ورائها الجانب السلبي تشويه الصورة للمخالف لهم في آرائهم أو في فكرهم فقال أبو ثعلبة نويبتة خير أم نويبتة شر قال بل نويبتة خير لا تأكل لحم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السباع الحديث عندما بحثت عنه وجدت بأن إسناده صحيح وبأن رجاله ثقات كما يقول أهل العلم هم رجال الصحيح كما في المستدرك للحاكم والأهل اللغة هنا عندما بيّنوا الأمر قالوا بأن المقصود باللغة بالنويبتة هو الأغمار الأغمار من صغار القوم الأغمار من صغار القوم والإمام القرطبي في كتابه الجامع في تفسيره الجامع لأحكام القرآن يقال قال ما أحسن نابتة بني فلان إذن هذا هو الجانب الإيجاب أي ما ينبت عليه أموالهم وأولادهم يعني النابتة هنا يخصد بها الزراعة ويخصد بها تربية الأنعام ويخصد بها تربية الأولاد ونبتت لهم نابتة أي إذا نشأ لهم نشأ صغار وإن بني فلان لنابتة شر يخصد بها الجانب السلب كما ذكرت والنوابت من الأحداث الأغمار في كتاب النهاية في غريب الحديث لابن الأثير رحمه الله رحمة واسعة ورد الله عنه في حديث الأحنف قال إن معاوية قال لمن ببابه وقف الناس بباب معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه فلما وقف الناس على باب معاوية قال لهم لا تتكلموا بحوائجكم يعني لا يسألني أحدكم حاجاته ما حدش يطلب مني شيء لا تتكلموا بحوائجكم فقال أي الأحنف لو لا عزمة أمير المؤمنين أي شدته لأخبرته أن دافة دفت يعني جماعة من الناس أتت وإن نابتة لحقت أي نشأ فيهم صغار لحقوا الكبار وصاروا أصحاب عدد كبير وهم في أمس الحاجة إلى طعام يأكلونه وشراب يشربونه وإلى إيواء يسكنون فيه فزادت الأعداد فالمطالبات لأمير المؤمنين ستزيد فهو قصد رحمه الله بهذا الأمر أنه نشأ فيهم صغار لحقوا الكبار وصاروا زيادة في العدد أقول الشاهد مما ذكرت أن المقصودة بمصطلح النابتة هنا هم صغار القوم وقد يكون هؤلاء الصغار أهل حسن وأهل علم وأهل خير وقد يكونون على الجانب السلبي أهل سوء ولا حول ولا قوة إلا بالله الإنسان من يرزقه الله بأولاد يكون فيهم ولد عاق فهذا نابتة شر وقد يكون بقية الأولاد برين بآبائهم وأمهاتهم فيكونون نابتة خير ونابتة حسن فالنابتة يقصد بها صغار القوم الأغيار الأغمار